ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في سبيل خدمة الحجاج في كل عام تتضافر جهود القطاع العام والخاص يداً بيد لتحقيق ما تصب إليه المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن لذلك نظمت شركة النهد الطبية وفي سنتها الرابعة على التوالي قافلة الأمل الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم رعاية الصحية المجانية للحجاج في مكة المكرمة في البداية نحن لكل مننا دور يؤدي في هذه المسيرة والتعامل ينبع من أصل المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الكرام اللي هو من زمان ومتعودين عليه أنه بتقدم كل ما لديها لتيسير مسيرة الحج نحن في هذه المبادرة بالشراكة مع وزارة الصحة بنقدم عدة مراكز لخدمة حجاج بيت الله الكرام في فحص العلامات الحيوية والاستبناء عليهم على أساس يكملوا مسيرة الحج بسر سهولة تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج الاستدامة المجتمعية التي تقدمها شركة النهد الطبية لخدمة الحجاج والمبثيقة من رؤية المملكة 20-30 الهدفة إلى تعزيز الوعي الصحي في المجتمع وتقوم على إطلاق قافلة طبية مجهزة بعادد كبير من المعدات اللازمة لعمل الفحوصات للحجاج وأخذ الخصائص الحيوية لهم يعني ما محتاج أنت لأنك تتعب وتروح إلى عيادة أو مركز هذا شيء جايينك لحد الفندق وبالمجان اشتبوا أكثر من كذا يعني ما شاء الله مشكورين جدا عرضوا علينا أنهم يعملون فحص مجاني وأسلنا الضغط والسكر وبعدين لما طلع الضغط عالي شوية بالنسبة لي دوني نصيح أن أشرب مية وأعمل إيه وأنتظم في الدواء وكده وأجي تاني عشان أقيس الضغط يتأكدوا أنه هو نازل فأنا جاء تاني عشان أشوف الضغط أخبره إيه تعزز هذه المبادرة أهمية العمل التطوعي وتشجيع أبناء الوطن على التطوعي لخدمة الحجاج والله هم صلنا سكر وضغط والحمد لله بيتمنع الحجاج وجزاكم الله خير كيف النتائج طلعت؟ الحمد لله والنتائج تمام بفاش حاجة بس الدكتور قال لي يزود مشربات في المية أشرب مية كتير وينسون ونعناع الله يكرمك وجزاكم الله خير ومشكرين على الخدمة الجميلة دي وجزاكم الله خير لا تقتصروا خدمة الحجاج على الجهات الرسمية والحكومية فقط إنما تمتد يد العوني وخدمة ضيوف الرحمن لتشمل حتى الشركات في القطاع الخاص لقناة إقراء عماد فؤاد مكة المكرمة